موسيقى سلبتهم الحرب قوتهم ولم تبقي من أجسادهم مكانا إلا وفيه أثر لمرض وأمعاء خاوية في انتظار جزء يسير من الطعام أطفال وجدوا في زمن حرب لا يعلمون ماهيتها ولم يدرك وعيهم الطري بعد متى بدأت ولماذا مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن مرة أخرى أكد أن 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي سبعة ملايين منهم يعانون من الانعدام الحاد معظمهم من فئة الأطفال لا يتلقى الطفل الغذاء المطلوب ولا الرعاية الصحية المطلوبة وتكون النتيجة أن الطفل في غالبيتهم يتوفق أو يصابون بعاهات مزمنة زي السوء التغذية زي الأحيانا التأخر في النشاط الدهني ومشاكل أخرى كثيرة لا يتوقف الأمر عند تحديد حجم عدام الأمن الغذائي وما خلفته الحرب من ضحايا فما تزال التقارير الأممية تتوقع تدهورا أكبر خلال الفترة القادمة في حالة استمرت الحرب كما هي علي نظراً الوضع البلاد والحرب والمشاكل زادت حالة سوء التغذية والوفيات في بعض المحافظات الليمينية في وسط لحظات الحرب ثمت من يفقد حياته وآخر يفقد قريباً له أما هؤلاء فقد فقدوا جزءاً كبيراً من ملامح مستقبلهم وما زالت الحرب تحصد ما تبقى من أجزائهم الأخرى ترجمة نانسي قنقر